ندخل على كلمنا في الاول ان دي بتبقى بين عناصر معدنية وعناصر غير معدنية. دايما عناصر معدنية تلاقيها في اول جدول الدولة. من ناحية الشمال كده في الاول كده. العناصر غير معدنية بتلاقيها في الاخر. فدايما بالتاميل انها تفقد الالكترونات بتاعة المنطار الاخير تتحول لايون موجب انها اللي بتبقى في الجدول الدولي من ناحية اليمين كده بتسيب بس العناصر الخاملة دي بعدها على طول. اللي هو العمود ده والعمود. آآ بالتاميل انها تكتسب الالكترونات في المنطار الاخير بداية عشان يبقى مكتمل فتتحول لايه آآ ايون سالب. فبعندي ايون موجب كاتيون وايون سالب انيون شوحنة موجابة شوحنة سالبة يحصل بينهم تجازل. فكل لما كان الفرق او هما العنصرين اللي بيعملوا مركب بعاد عن بعض في الجدول الدوري كل لما كانت الفرق في السلابية الكهربية كتيرة. يعني احسن حاجة خالص لما يبقى عندي عنصر من قدام هنا من من اول عمود هنا مع عنصر من العمود الابن الاخير. باستثناء خلاص العنصر الخاملة دي ما بتعملش حاجة خالص. يبقى اول عمود هنا ده المدار الاخير بتاعه تلاقي فيه الكترون واحد. فيبقى شوحنة موجابة. موجاب واحد. العمود اللي ده المدار الاخير بتاعه بيبقى فيه سبع الكترونات فعايز الكترون واحد بس فلما يكتسبه يبقى شوحنة سالبة. فياترابطه مع بعض يعمله مركب الربطة اللي فيه رابطة ايونية. فكل لما كان الفرق كل لما كان العنصر بتبعد عن بعض في الجدول الدوري. العمود بتاع العنصر بيبارى العمود بتاع الأنصر الثاني في الجدل الدوري كلاما كان الفرق في سريباية كهربية فكلاما كانت الرابطة الآيونية تأثيرها واضحة فاحنا برضو اتكلمنا قبل كده ان ينفع الرابط الآيونية ييجي معاها رابطة كوفيلا تساهمية لو رجعت الفيديوهات هتلاقينا شرحنها قبل كده فكلاما كان الفرق في السريباية كهربية كبير كلاما كانت الرابطة الآيونية هي الزهرة هي المسيطرة على بيقوللي يعني هو في الغالب بيبقى ساعات الربطة التساهمية يبقى لها دور بساعات بتبقى موجودة هي غالباً بتبقى موجودة بسيطة أو دورها بالنسبة بسيطة قوي في الستراكتر لسه قيلين كده من شوية بعد كده نتكلم عنه بيقول لي الكريستال استراكتر الكريستال استراكتر بنحب ندرس في ايه اول حاجة واهم حاجة نسبة R كاتيون على R أنيون نص قطر الكاتيون على نص قطر الأنيون أني الأكبر الكاتيون والأنيون الكاتيون ده اللي هو الآيون الموجب فالآيون الموجب غالباً او مش غالباً هو بالتأكيد هو ساب المدار الأخير بتاعه فقد المدار الأخير بتاعه كله يعني كان المدار الأخير بتاعه مثلاً فيه إلكترون فيه اتنين إلكترون ثلاثة إلكترون رماهم أو استغنى عنهم عشان يبقى كاتيون أو يبقى أيون موجب فنص قطره بيبقى صغير شوي إنما الأنيون الأيون السالب هو المقدار الأخير بتاعه موجود هو اكتسب إلكترونيات فتلاقي الكاتيون ده كده كاتيون وده كده أنيون دايما دايما أور أنيون نص قطر الأنيون أو الأيون السالب أكبر من أور كاتيون أكبر من نص قطر الكاتيون العين الموجب ودايما لما أقسم النسبة أور كاتيون على أور أنيون لازم تطلع أقل من إيه لازم تطلع أقل من واحد فبقولي فورميشن كاتيون يبقى علشان يبقى المركب بتاعي ده مركب ستيبل مركب مستقر كلما كان الكاتيون ده بيلمس أكبر قدر من الأنيون كلما كان المركب ده ستيبل بمعنى بص بص على الرسمة الأوانية دي بص على الرسمة الأوانية دي الكاتيون بتاعي صغير أو مقارنة بالأر بتاع الأنيون يعني أر كاتيون أقل من أر أنيون بكتير فساعتها الكاتيون مش ملامس الأنيون كويس فساعتها ده مركب فيبزود نص قطر الكاتيون شوية زود النسبة اللي هي ما هي أر كاتيون على أر أنيون دي لازم تطلع أقل من الواحد فهي بتلعب من صفر لواحد أكبر من الصفر وأقل من الواحد فكلما النسبة دي زادت بقى ما هي كده كده لازم تتبقى أقل من الواحد بس كلما زادت وقربت للواحد كلما الكاتيون كلما الأيون الموجب ده كبر فقدر يلمس أكبر قدر من الأنيون فيبقى المركب بتاعي ده إيه استيبول فهنا الكاتيون صغير أو فالنسبة صغيرة جدا تكاد تقترب من الصفر فالكاتيون بتاعي مش قادر يلمس أنيون كتير إنما هنا الكاتيون كبر شوية فعرف يلمس الأنيون فالمركب ده استيبول لما يكبر أكتر يبقى استيبول أكتر فالنسبة R-كاتيون على R-أنيون دي مهمة جدا مهمة ليه؟ لأن هي بتلعب من صفر الواحد لو هي قريبة للصفر فتلاقي الكاتيون ده صغير فمش قادر يلمس كل الأنيون أو مش قادر يعني مش قادر يلمس أكبر قدر من الأنيون فتلاقي المركب كلما النسبة دي تبعد عن الصفر تقرب للواحد فالكاتيون ده فيكبر فيقدر يلمس أنيون أكتر فيبقى المركب مور استيبول بعد كده بيقول لي مينتنانس أوفت شارج نيوترالي نيوتراليتي نيت شارج انسيراميك شوت بي زيرو لازم الشحنة في السيراميكس تبقى صفر بمعنى فإن إيه ده؟ عنصر الإن اللي هو السوديوم العدد الزري بتاعه خداشر فتوزيع الإلكترونات بتاعه اتنين تمانية واحدة المدار الأخير في إلكترون واحد الكولور العدد الزري بتاعه سبعة عشر فتوزيع الإلكترونات بتاعه اتنين تمانية سبعة فالسوديوم يفقد الإلكترون اللي في المدار الأخير ساعتها الكولور يكتسب الإلكترون ده فيبقى السوديوم بقى كاتيون أي يوم موجب شحنته إيه؟ شحنته موجب واحد عشان هو أسبق إلكترون الكولور يبقى آنيون أو آيون سالب شحنته سالب واحد عشان هو اكتسب إلكترون فساعتها ده بقى موجب واحد ده سالب واحد يحصل بينهم تجازل فالشحنة سفر لما إن موجب واحد يرتبط مع C L سليب واحد خلاص بقى الموجب واحد والسليب واحد طاروا مع بعض يبقى المركب ده مركب متعادل او الستركشور بتاعي متعادل نفس الكلام لو انا عندي مثلا كالسيوم وعندي فلور كالسيوم فلورايد فالكالسيوم بيفقد الكترونين بتوع المدار الاخير بتورق فيبقى موجب اثنين ساعتها الفلور ده المدار الاخير بتاعه فيه سبع الكترونيات فعايز يكتسب الكترون واحد بس طب الكالسيوم ده الكالسيوم فقط اثنين والفلور عايز واحد فساعتها عشان يحصل ترابط لازم كل كالسيوم يبقى قدامها اثنين فلور يعني لما جهشوف الستركشور بتاعي ألاقي عدد زرات الفلور أكبر أو ضعف عدد زرات الكالسيوم ليه؟ عشان يبقى المركب بتاعي ستيبل او المركب بتاعي متعادل ما فيهوش لشحنة لموجب ولا سالب فيبقى كل زرات أو كل أيون بقى ما هو بقى أيون ما عادتش زرات كل أيين موجب من الكالسيوم شحنته موجب اثنين والدامه اثنين أيون من الفلور شحنتهم سالب واحد فالمركب بتاعي ده ايه؟ متعادل فبيقول لي عارفين من شوية ان هي ايه؟ هي number of touching atoms الكاتيون بتاعي ملامس كام أنيونز فده كده الكوردينيشن نمبر فالكوردينيشن نمبر كل مما النسبة لسه قالين من شوية كل مما النسبة R كاتيون على R أنيون زادت نكتبها ملحوظة اهو كل مما النسبة عشان كده نسبة R كاتيون على R أنيون مهمة جدا كل مما R كاتيون على R أنيون زادت كل مما الكوردينيشن نمبر يحصل فيه لازم يزيد ليه لازم يزيد لأن الكاتيون بقى قادر يلامس أكبر قدر من الأنيون فالكوردينيشن نمبر يزيد وبالتالي المركب يبقى مور ستيبل بتاعي يبقى مور ستيبل فبيقول لي على حسب بيقول لي لو لو العارف أن النسبة R كاتيون على R أنيون R كاتيون على R أنيون هي أكبر من الصفر وأقل من الواحد بيقول لي والله لو هي من صفر ليه مية خمسة وخمسين من ألف يعني هي أقل من مية خمسة وخمسين من ألف فساعتها الكوردينيشن نمبر ده اتنين بمعنى إن الكاتيون بتاعي قدر يلمس اتنين أنيون بسا يعني ده الكاتيون حوالي اتنين أنيون بسا ده لو النسبة R كاتيون على R أنيون أقل من مية خمسة وخمسين من ألف فالكاتيون ما يقدرش يلمس أكتر من اتنين أنيون طب لو النسبة زادت بقت من مية خمسة وخمسين من الف ليه ميتين خمسة وعشرين من الف فالكاتيون بقى قادر يلمس ثلاثة آنيم بقى عامل كده فكده المركب الاستبيلية بتاعته زادت شوية طيب لو النسبة زادت اكتر بقت من ميتين خمسة وعشرين من الف لربماية وربعتاشر من الف فلازم يزيد فنص قطر الايون الموجة بالكاتيون بقى بقى اكبر فقادر يلامس اكبر فلامس اربعة فييب بقى بتاعت اربعة وهكذا من بقى من ربماية وربعتاشر من الف لسبماات وتلاثين من الف يزيد من سبماات وتلاثين من الف الواحد بقى تمانية بقى الكاتيون بتاعي يلامس تمانية انيونز. ترجمة نانسي قنقر